اتخاذ أي قرار خصوصاً الاستراتيجية منها والتي تتعلق بالأمن الوطني تطلب دراسته مع المختصين ليكون قراراً يخدم الشعب ولا يؤثر في حالة الاستقرار الأمني والمجتمعي تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي اتخذ مجلس النواب قراراً بإخراج القوات الأميركية من العراق كرد فعل على الأحداث الأخيرة التي تصاعدت على خلفية مقتل قاسم سليماني بغارة نفذتها طائرة أميركية بدون طيارة على أرض عراقية فيما اعتبر خرقاً للسيادة العراقية الأمر الذي أثار غضباً عارماً في الأوساط السياسية لكن مهتمون بالشأن العراقية وخبراء يرون إن القرار جاء متسرعاً وغير مدروسة قبل أن تسبقه مشاورات واستئناس برأي الجهات المعنية لخطورة الموقف وتداعياته إذ إن الأمر له صلة بواقع الحال على الأرض فيما يتعلق بالجانب الأمني وانتشار القطعات العسكرية العراقية على رقعة واسعة من الصحاري والأراضي المفتوحة وتواجه خطر بقايا فلول داعش التي أخذت أسلوباً جديداً في الهجمات بعد خسائرها الكبيرة التي تعرضت لها في عمليات التحرير وما بعدها لكنها لجأت إلى حرب العصابات والهجمات الليلية كذئاب منفردة مما يستدعي الجهوزية الدائمة والتزود بمختلف المعدات الحربية والخبرات التكنولوجية التي توفرها قوات التحالف الدولي في العراق لقواته الأمنية المختلفة فضلاً على الغطاء الجوي والدعم اللوجستي والتدريب والمشاركة في مراقبة الحدود لذا فمن ضروريات التعاطي مع هذا الموضوع هو التقييم الحقيقي القائم على الفهم والمشورة ودراسة القضية من جوانب عدة لأن انسحاب هذه القوات بطريقة التي أرادها من أصدر القرار ستترك فراغاً وإرباكاً متزايداً في عملية إدارة الملف الأمنية الذي تطلع بجانب كبير منه قوات صديقة تواجدت على أرض العراق بناء على طلب رسمي من الحكومة إلا إن القرار وحسب الخبراء في القانون يعد غير ملزم لجهة إن حكومة تصريف الأعمال الحالية لا يمكنها البت في مثل هذه القضايا الخطرة التي تمس أمن البلد والتخلي عن هذه القوات الحليفة في ظروف تعاني قوات الجيش والشرطة من نقص حاد في المعدات والأسلحة المختلفة في ظل تزايد التهديد الذي أخذ يتصاعد مع كل أزمة يمر بها البلد فهي مجازفة يصفها البعض بالمغامرة إن حدثت فلا يمكن التكهن بتداعياتها ولا تحين من دم